بسم الله الرحمن الرحيم رغم المساعي للملمة شمل مجلس النواب وجمع أعضائه الموزعين على الكثير من بقاع العالم إلا أن الجميع يسعى كما يبدو لتسويق نفسه بمعزل عما تفرضه المرحلة من أولويات كان أعضاء مجلس النواب قد تلقوا رسالة من نائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشددي دعاهم فيها إلى حضور جلسات المجلس التي سوف تعقد في الأول من شهر إبريل الجاري استناداً لقرار الرئيس هادي بحسب الرسالة لا توجد رغبة جدة بنعقاد البرلمان سواء من قبل الرئيس هادي أو التحالف لمخاوف كثيرة أهمها خروج المجلس عن سقف التحالف وسلطة هادي معاً إلا أن المقررة كان جمع البرلمانيين في الرياض لنقلهم إلى المكان المقرر داخل البلاد على أن يكون الأحد آخر أيام شهر مارس الماضي هو الموعد الآخر لتواجد أعضاء البرلمان خطوة عدها مراقبون محاولة استباقية من الشرعية لانتخابات ميليشيا الحوثي التكملية المزمعي إجراؤها في الثالث عشر من إبريل الجاري لملء مقاعد النواب المتوفيين في مناطق سيطرتها سباق محموم لانتزاع الأغلبية بين الشرعية في الرياض وميليشيا الحوثي بصنعاء لبلوغ النصاب غير أن اللقاء فشل كما تقول المصادر بسبب خلاف حول تسمية رئيس لهيئة رئاسة البرلمان وهو ما ينذر بمشكلة جديدة قد تتسبب في عرقلة عقادة رغم صعوبة المرحلة التي تعيشها البلاد إلا أن الخلاف البرلماني حول تسمية رئيس الهيئة يؤكد أن المشكلة اليمنية هي مشكلة سلطة في كل مكان صراع الأجنحة في البرلمان والتنافس للاستحواذ على رئاسة الهيئة ظهر للعلن في الأوينة الأخيرة بعد أن خضت الأطراف الحزبية معركة باردة للاستحواذ على المنصب لكن الخلاف أفشل الاجتماع مرة أخرى ليضاف إلى سجل العقبات التي تحول دون انعقاد البرلمان وتعكس تعقيد الأزمة في هرم السلطة ترجمة نانسي قنقر